بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هدى للمتقين ما زلنا أيها الأحبة مع القرآن ما زلنا أيها الأحبة مع النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتأمل هذه الآيات أيها الإخوة المشاهدون لله عز وجل في هذا الكون سنن يجب على الإنسان العاقل أن يستفيد منها وقد حدثنا القرآن عن سنن كثيرة ولعل من أبرز هذه السنن ما يفاجئ الإنسان من زوال ملك الإنسان في لحظة من اللحظات الملك أمر إذا ملك كثير من الناس يظن أنه باق يستند إلى قوته يستند إلى جيشه يستند إلى مكانته إلى أصدقائه فيظن أن أمره باق إلى أن يموت وفي الجانب الآخر فإن هناك من ربما لا يفكر في الملك ولا يظن الناس أن يصل إلى الملك إلا أنه في يوم من الأيام قد يؤتيه الله عز وجل الملك سنة من سنن الله عز وجل يقغرها القرآن الكريم فلنقف قليلا مع هذه السنة ونتأملها يقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذن قاعدة سنة من سنن الله عز وجل الملك يؤتى لمن لمن يشاء الله سبحانه وتعالى الملك ينزع ممن ممن يشاء الله سبحانه وتعالى هناك عوامل هناك أسباب لكنها ليست هي الأصل فمالك الكون كله ومالك الملك كله هو الله سبحانه وتعالى ومن ثم فإنه يؤتيه من شاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى انظر انظر إلى الملك الذي آتاه الله عز وجل سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام كان ممن ملك هذه الأرض بأكملها وقد قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فكان في ملكه غير الأرض وغير الحكم الذي حكم كان في ملكه الجن وكان في ملكه الرياح فالجن يسخرهم في أعماله الذي يريد دون أن يعصوه وأن يتخلفوا عن أمره والرياح سخرها الله عز وجل له يتحكم فيها كما يشاء فإذا به سبحانه فإذا به فإذا به عليه السلام يسير بهذه الريح أينما شاء في هذه الأرض يقول الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح قدوها شهر وغواحها شهر وأسلنا له عين القطر والقطر هو النحاس تصور هذا النحاس المعدن الصلب الذي لا يمكن أن يتحكم فيه الإنسان إلا بأن يحمى بالنار ويذاب فإذا بسليمان عليه السلام يتحكم فيه وإذا بها عين من نحاس تجري لسليمان عليه السلام ثم قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه أي بأمر الله سبحانه وتعالى ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير إذن حاكم لم يحكم البشر فقط لكنه حكم الجن لكنه حكم الريح أسيلت له عين من النحاس من الذي أعطاه هذا الحكم أهي قوة جسدية أم قوة جيش أم عقل ومكر ودهاء أم بطانة ومستشاغون كلا كلا إن الذي منح سليمان هذا الملك العظيم هو الله سبحانه وتعالى الذي يؤتي الملك من يشاء إن الذي يؤتي الملك من يشاء قادر أيضا على أن ينزع الملك من من يشاء هذا فرعون الطاغية الذي بلغ من جبروته أن قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى لم يكتفي بدعوة غبوبية وإنما وإنما زعم أيضا أنه الرب الأعلى بل بلغ من شأنه أن استعبد شعبا بأكمله هم بن إسرائيل فإذا به يستعبد هؤلاء القوم يستعبدهم ثم وصل الحال به إلى أنه لم يقتصر على تكليفهم بخدمته والخضوع له وإنما أخذ يقتل أبناءهم ويبقي نساءهم أحياء لكي يخدمون عنده تصور حاكما يقول أنا ربكم الأعلى ويتصرف في رقاب العباد وأنفسهم دون أن يمنعه أحد من هؤلاء القوم ثم يكون في هذا الملك العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يخرج عن أمره فإذا برسول الله عز وجل موسى عليه السلام يأتي إليه ويكون هذا الطاغية في موقف يهدد فيه موسى عليه السلام بالسجن لأجعلنك من المسجونين يهدد العلماء السحرة بالقتل والصلب أي قوة يمكن أن تقف أمام هذا الطاغية أي قوة يمكن أن تكسر هذا الجبروت نعم إنها قوة الله سبحانه الذي ينزع الملك ممن يشاء في المساء كان فرعون حاكما وكان يعد نفسه إلها وكان هو الوحيد الذي يطاع فلا يُعصى من أولئك القوم وفي الصباح خرج مدركا لموسى ومن آمن معه من بني إسرائيل حتى وصل إلى البحر فأغرقه الله سبحانه وتعالى ثم زال ملكه في لحظة من اللحظات يقول الله سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إنها آية عظيمة كل حاكم كل صاحب ملك يمكن أن يزول ملكه في لحظة من اللحظات وكل إنسان قد يكون مظلوما أو يكون سجينا كما كان شأن يوسف عليه السلام قد يصل إلى الحكم وإلى الملك إذا شاء الله عز وجل أن يؤتيه فلا بقاء ولا ضمان لأحد في هذا الملك إلا بضمان الله سبحانه وسواء كان هذا الملك هو الحكم والغياس أو كان ملك الأموال والأراضي والمزارع وغيرها فإن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى وعلى المسلم أن يحذر من الارتغار بالدنيا والركون إليها فهي زائلة في لحظة من اللحظات أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا لتدبر كتابه والاستفادة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر